حكاياتنا النهاردة عن الفنانة الكبيرة سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب أو الفنانة القاديرة سوسن بدر والقصة الغريبة اللي أكبرتها أن هي تغير اسمها من سوزان إلى سوسن ومنعتها من دخول المملكة العربية السعودية لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابوا معانا الفيديو للنهاية اتولدت سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب عام 1957 تحديدا يوم 25 ديسمبر في قاهرة وهي ابنة الفنانة القاديرة أمال سالم ودخلت الوسط الفني وفي عام 1980 كانت سوزان في بدايتها الفنية وقررت شركتين بريطانيتين انتاج فيلم عربي باسم موت أميرة عن قصة حياة الأميرة مشاعل وهي أميرة من الأسرة الملكة في المملكة العربية السعودية والشركتين المنتجين قرروا أن الدور الأحداث كلها في مصر ويغيروا من الأسماء وأن الأطال يكونوا مصريين لكن اشترطوا أن اللي تقوم بدور الأميرة مشاعل تكون وجه جديد وقع الاختيار على الفنانة سوسان بدر اللي كان وقتها اسمها سوزان بدر الدين وبالفعل تم تصوير الفيلم داخل مصر وكانت القصة كلها بالدور على قصة حياة الأميرة مشاعل وهي حفيدة سمو الأمير محمد ابن عبد العزيز ابن سعود أخو الملك السعودي وقتها وهي كانت الحفيدة المقربة لي وكانت قصة الأميرة مشاعل أن هي تزوجت ابن عمها وهي عندها 16 سنة وقررت أن هي سافر لبنان عشان تستكمل دراستها هناك لكن عيشت قصة حب مع شاب ابن راجل دبلوماسي والشاب بدوت اسمه خالد وخدته معها في السعودية علشان تعيش معاه كعشيقا وبالفعل الأسرة الملكة اكتشفت العلاقة الغير شرعية ما بين الأميرة مشاعل والشاب خالد ولما واجهوها بجريمة تزينة ما أنقرتهاش واعترفت بيها بالرغم أن في أفراد من الأسرة الملكة اتفقوا معاها أن هي تنكر جريمة تزينة لكن هي اعترفت بيها وقررت أن هي تسافر من السعودية وتهرب هي وعشقها لكن هي فشلت وتم القبض عليها هي وعشقها تم الحكم بالأعدام على الأميرة مشاعل وعشقها خالد نتيجة ارتكابهم جريمة الزنا وتم تنفيذ الحكم في ساحة الإعدام في الرياضة عن 1977 تم إطلاق الرصاص على رأس الأميرة مشاعل أمام عشقها خالد وبعدها تم قاطع رأسه وكان من حصن الحظ موجود من ضمن الناس في صاحة الإعدام كان صحفي بريطانيا وصق هذه الجريمة وتنفيذ الحكم فيها ولما سافر بريطانيا حكى لمجموعة من المنتجين عن قصة الأميرة مشاعل اللي قرروا إنتاج فيلم عن قصتها عام 1980 باسم موت أميرة من أبطال الفيلم الفنان الكبير محمد توفيق اللي كان قايم بدور الجد والبطلة كانت سوزان بدر الدين أو سوسن بدر اللي كانت قايمة بدور الأميرة مشاعل وكان بيشارك معاهم في البطولة سمير صبري نبيل الحلفاوي عبدالله محمود لكن بعد عرض الفيلم في بريطانيا حصلت مشكلة دبلوماسية كبيرة جدا بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا وتم سحب السفير السعودي من بريطانيا وترد السفير البريطاني من السعودية وهددت السعودية إن أي دولة حتعرض الفيلم عندها حيمنعه من عندها النفط لدرجة إن كل الدول قررت عدم عرض فيلم موت أميرة فيها أما القرار اللي أخدته المملكة العربية السعودية تجاه الفنانين اللي شاركوا في هذا العمل فكان قرار صارم جدا منعت أي عرض يتعرض لأي فنان منهم داخل السعودية وتحديدا الفنانة سوزان بدر الدين اللي قامت بدور الأميرة مشاعل منعوها من دخول المملكة العربية السعودية أو عرض أي عمل لها داخل المملكة ودوت اللي خلى المنتجين يخافوا إنهم يغمروا بفلوسهم في إنتاج أي عمل لأي فنان منهم ومجموعة من المنتجين اقترحوا على الفنانة سوزان بدر الدين إن هي تختار لها اسم فني علشان يسهل يوم عملية الإنتاج وبالفعل اختاروا لها اسم سوزان بدر بدل من سوزان بدر الدين